وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الالتزام بأعلى معيير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة كذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المضطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بها جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث انتقلت بالفعل أكثر من مئة جهة حكومية منها ثلاثون وزارة بأعداد تصل إلى أربعين ألف من الموظفين والعاملين وأضف متحدث الرئاسة أنه تم كذلك استعراض تطورات العمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة كما تطرق الاجتماع إلى استعراض تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم التجديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أي تأعباء بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة فضلا عن الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبية تناول الاجتماع كذلك الدورة المجتمعية للشركة خاصة في ظل المبادرة التي يرعاها الرئيس السيسي لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة اتساقا مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمة المتوفرة بها